اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجنوبية الغربية بالإضافة لأجزاء من أقصى جنوب شرق الملكة نتحدث أكثر حول الأمطار وتوقعاتها وأماكن تأثيرها باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع الأمطار من نهار اليوم الخميس وحتى يوم الأحد يوم الخميس تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية بالإضافة لأقصى جنوب شرق المملكة على الحدود الإماراتية العمانية تحتوى الزخات راعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر تتراجع شدة هذه الأمطار خلال ساعات الليل لكن تعود وتتجدد فرصها خلال ساعات الظهيرة والعصر من يوم الجمعة وأيضا يوم السبت وحتى يوم الأحد بالتالي لا تغير على الحالة الجوية المتوقعة خلال أيام القليلة قادمة تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية تحديدا مرتفعات جازان مرتفعات عسير وأبها مرتفعات الباحة تمتد نحو مرتفعات الطائف بالإضافة لأقصى جنوب شرق المملكة نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسود أجواء صافية بشكل عام مع 30 درجة مئوية كحرارة مقاسة المنموسة 28 الرطوبة حوالي 30% والرياح تكون خفيفة أسرع نبقى في العاصمة الرياض وتوقعاتها جوية لثلاث أيام القادمة يوم السبت 43 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 32% الأحد 44 إلى 33% الاثنين ترتفع للتسجل 45 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 33 درجة مئوية نستعرض الآن تفاصيل حالة جوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الجمعة نبدأها شمالا تبوك 39 إلى 27 عارع 42 إلى 28 واسكاكة أقصى في 43 إلى 30 درجة مئوية المنطقة الغربية المدينة المنورة 44 إلى 30 جدة 35 إلى 31 مكة المكرمة 42 إلى 30 وطائف 35 إلى 26 درجة مئوية ننتقل الآن نحو المنطقة الجنوبية الغربية حيث تتأثر بحوالي جوية غير مستقرة زخات رعدي من الأمطار في كل من أبها والباحة أبها تسجل 31 إلى 21 الباحة 31 إلى 22 وجزا تفرق البعض الغيوم 37 إلى 30 درجة مئوية ننتقل الآن شرقا نحو الإحساء 44 إلى 31 مع أجواء صافية حفر الباطن 43 إلى 28 وادم أجواء رطبة بشكل عام وصافية مع 40 إلى 31 درجة مئوية نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى العاصم الرياضي 43 إلى 31 بريدة 42 إلى 28 وحائل تقصى في 41 إلى 27 درجة مئوية إلى هنا تنتقل نشرتنا للقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة